بعض العناصر ومكونات الاتصال المعرفة آه أوكي هكمل بس موضوع مراحل الاقتصاد مرت بإيه وهنخش على طول في المكونات تمام دي كانوا بيسموها الثورة الصناعية الأول الثورة الصناعية التانية هي بدأ يخش فيها الطاقة والكهرباء يعني بدل طاقة البخارية برأة الكهرباء ومشتقات البطرور تشغل المكانات بعد كده بقى التالتة بلقوا يدخلوا فيها الكهرباء تمام بدأ كل حاجة تشتغل بالكهرباء وبتشتغل مع بعض الإضافة لأنظمة الكمبيوتر البسيطة اللي بتتحكم في الإنتاج بشكل مباصر تمام طيب المرحلة الرابعة دي بقى والمرحلة اللي هي نقلت الاقتصاد نقلة تانية خالص تمام بيسموه الاقتصاد المعرفي الاقتصاد المعرفي ده هو اقتصاد قائم على العلوم وعلى التكنولوجيا أساسي والاقتصاد المعرفي فيه عناصره حيات كثيرة أول من أهمها الذكاء الاصطناعي احنا كل ده هنقوله تمام وبعدين وفيه انترنت الاشياء مزاك وفيه البيج داتا او الدياتا الضخمة زي ما بيقولوها وفيه التباعة السلاسية تمام وفيه تكنولوجيا النانو وفيه التكنولوجيا الحيوية طبعا كل عنصر من المحلقة ده حاجة نقالوا أعضاء أيام نقالوا أعضاء لكن احنا هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نبسط الموضوع للمشاهد عشان يعرف الدنيا راحة فين وجاي منين لاني فيه ناس كتير أصلا كمان يعني كلمة الاقتصاد المعرفي بتشكل حاجات معوقات كتير قوي في أزهانهم هو أصلا معرفش يعني عايز يفهم يعني ايه اقتصاد معرفي وايه عنصر وايه مكوناته هي المعرفة زمان كانت بتتلخص فيه الثقافة والأدب والتاريخ والناس بتكتب في التاريخ والناس بتكتب في بعض العلوم والكلام ده كله المعرفة النهاردة بقت مدى بقت مدى خام ما هو ده اللي بيقولوا عليه المعرفة هو الاقتصاد الذي لا ينضم تمام يعني كل يوم الموارد بتزيد في حين ان الموارد الطبيعية كل يوم بتقل يعني الموارد الطبيعية زي البترول زي الدهب زي الحديد كل ده جيباله بناخد منه وبتقل تمام لكن النهاردة الأفكار طول ما الناس موجودة بتتزايد فالأفكار والعلوم والإبداع مع التطور بتطور المعرفة فده بيسموه اقتصاد الوفرة ايه اقتصاد التقليدي بيسموه اقتصاد الندرة تمام يعني ازاي يعني الناس زمان كانت في نظرياتها الاقتصادية ازاي تستخدم الاقتصاد الموارد اللي بتبقى ندرة في انها تعظمها وتحاول تحافظ عليها عشان الاجيال القادم ده اللي عملتو الامم المتحدة في التنمية المستدامة المستدامة هل احنا الموارد بتقل طب يا جماعة طب الناس اللي جاية هل احنا ناخد لنفسينا وننسى الاجيال اللي جاية من البشرية لا طبعا لازم نعمل خطة كان فيه انك بدال بالضبط لازم نعمل خطة استراتيجية يلتزم تلتزم بيها الكرة الارضية ومكونات الكرة الارضية من دول وجزر وكل الامم دي انها تعمل خطة اسمها التنمية المستدامة التنمية المستدامة احنا مش ناخدش فيها دي موضوع كبير 17 عنصر عناصر البيئة وعناصر الانسان نفسه ومحور الانسان وعناصر اقتصادية وعناصر اجتماعية عناصر كتيرة 17 عنصر القضاء على الفقر والتعليم وكلام ده كل طيب الخطة دي عملت ايه قالت يا جماعة لازم نستخدم الموارد دي ونستثمرها ونعظمها في وقت حلينا ونستفيد بيها ونطرق لأولادنا مستقبل في تنمية مستدامة ده كده طيب وبالتالي كان اللعب كله في الاقتصاد التقليدي على ندرة الموارد لان الموارد بتقل اه يعني احنا عندنا مثلا الميا بتقل عندنا مثلا بيترول بيقل نتيجة الاستعمال ونتيجة الاستنداف طبيعي ما هو حاجة ربنا خلقها موجودة في جبل موجودة بنفضل ناخد منها اه لكن ربنا سبحان الله تعالى خلق الانسان عشان يعمر وعشان يبتكر عشان يبتكر بقله والانسان ده الانسان ده احنا عندنا جماجم لمناجم بشرية طيب صحيح مش مناجم ده لا انا بقول جماجم بشرية ايوة اقوى واهم من المناجم الدهب وقبار المطلوب لازم نستغل بقى الموضوع ده صح يعني لازم العقل يتم استغلاله صح في توليد افكار انها تخدم البشرية